تمرين عضلات الحوض نعرف أنه قلها فوائد لصحة النساء ولكن هناك أيضا فوائد لصحة الرجال هذا هو موضوعنا اليوم مع دكتور يمان التل استشاري جراحة المسالك البولية والكلة صباح الخير دكتور يمان أهلا وسهلا فيك معنا أهلا قبل ما ندخل بصلب الموضوع اللي حضرتك حابب تحكي فيه اليوم نيجي نعاب نعرف وين موجودة عضلات الحوض وشو دورها بالزبط في جسم الإنسان طمام أنا اليوم بعتبر حلقة اليوم زي كأنها بونس بونس هاي لأن الكل بيجي عندنا ما بعرف شو عضلات الحوض العضلات الحوض جزء جدا مهم من جسم الإنسان بتيجي على شكل دايمند يعني الماسي في قاع الحوض يعني عضمة الحوض مسكرة في عضلة الحوض مجموعة من العضلات تحمل أعضاء الجسم احنا حطينا صورة إذا فيه ممكن نحط صورة نشوفها عنا صورة آه نعم يريد نشوفها من البداية عشان نفرجي مشاهدين كيف هي عضلات الحوض فهي مجموعة من العضلات بيجو زي ما شايفين بالصورة ايوه احنا بنتطلع الحوض من فوق يعني نفضة بنتطلع الحوض من فوق مجموعة من العضلات في قاع الحوض تحمل أعضاء الجسم الداخلي يعني هي اللي بتحمل المثانة بتحمل الرحم بتحمل الشرج والمستقيم بتحمل الأمعاء كل هذا الوزن جاي بهذا النظام المعقد من العضلات والأربطة ومن هون اجت أهميتها عند السيدات عضلات الحوض أيضا بحيطه في المهبل ومن بيجزي حلقة بتحيط في المهبل اللي هو قناة الولادة فهاي هي باختصار موقع عضلات الحوض ودورها الفيسيولوجي هي في دعم أعضاء الجسم الداخلي لسان هي مجموعة من العضلات طيب هلأ احنا بنعرف انه دائما ينصح بالسيدات وقت الحمل وبعد الولادة انه يظلوا يعملوا هالتمرين لشد عضلات الحوض فعرفنا أكتر على هاي التمرين ودورها يبدو لها كمان فوائد تانية تمام هلا عضلة الحوض لما يصير مثلا مع الولادة أو مع التقدم في العمر خاصة عند السيدات تضعف العضلات تضعف الأربطة بيصير في ترخل فبيصير هبوط فبيصير ما يعرف باسم تخبيطة المثاني تخبيطة المستقيم السلس البول الإجهادي اللي هي مع العطسة مع الأححة بيصير بفرج البول لا إراديا كل هاي المشاكل إلها علاقة بضعف عضلات الحوض عشان هيك إحنا بنوصل السيدات من عمر الصغير من قبل حتى الحمل أنه يتعودوا على عمل تمارين لعضلات الحوض حتى تكون أقوى حتى تقل هاي المشاكل فهاي بتيجي هنا دورها الرئيسي أنه كيف نعمل ما يعرف بالكيجل إسترسايز وكيف يصير نمط في حياتنا لازم يكون روتين يومي كيف؟ كيف الأول شيء أصعب شيء هي أنه كيف يعرفوا وين أو كيف يعملوا انقباض لها عضلة الحوض وبصراحة أسهل طريقة نحن نحكي هي العضلة التي تتحكم في خروج البول يعني إذا خلال عملية التبول تحاولي يقاف البول من المنتصف هاي العضلة الواحد بشدها عشان يمنع البول يخرج هي عضلة الحوض اللي لازم نمرنها أو طريقة حبس الغازات يعني من نحبس الغازات هاي العضلة اللي منشدها إحنا عشان نسحب حالنا ونسحب لفوق هاي هي عضلة الحوض هاي العضلة اللي لازم يصير لها تمرين يومي كيف التمرين؟ يعني كل قديش؟ إمتى؟ ممتاز إحنا مننصح يكون في عشر انقباضات لأقل شيء ثلاث مرات في اليوم وهو جدا سهل تسير يعني واحد ممكن يعملها هو بمشي وهو سايا وهو قاعد على المكتب يعني ما بتحتاج تفرق كامل لعملها عشر انقباضات ثلاث مرات في اليوم من ضمنهم يكون فيه انقباضين لثلاثة طوولين الأمد يعني فيه انقباضات سريعة انقباض طويل ويعدل العشرة أو تعدل العشرة آه يعني انهم يشدوا العضلات ويعدوا أيوا وهي مشدودة يعدوا للعشرة أو انقباضات سريعة المهم هي أكثر من أشي بواجه المرضى هي الاستمرار فيها فهلأ صار فيه تطبيقات على التليفون للتفكير في عضلات الحوض والله أو احنا منصحهم ان يربطوها بعادة يوميا يعني مثلا خلاص كل ما تفرش سنانك أو تسنانك تعملي أو تعمل تمرين عضلات الحوض هي بتاخدش أقل من يعني أقل من 30 ثانية للإجراء كامل ولكن له فوائد عديدة نعم حلأ حلأ حكيت لنا تفضلت بالنسبة للستات انه بمنع التهبيطة وبمنع يعني كل زي ما تفضلت قبل شوي انها تسحل حلأ للرجال شوف فائدتها طبع حلأ هي جدا مفيدة للرجال وهذه معلومة احنا كمان ما حكينا عن السيدات إلها دور بالصحة الجنسية وهذا تبول أن السيدات هي حسينما حكيت في البداية هي محيطة في المهبل فإذا قونا هذه العضلة المحيطة في المهبل بتحافظ على قوام المهبل بتحافظ على حجم المهبل ما يصير في توسع مما يحسن الشعور خلاق العلاقة الحميمة عند السيدات وبساعد الوصول لنشوة أفضل عند السيدات خاصة مع تقدم العمور لأنها دور مهم في الصحة الجنسية عند السيدات حلأ كثيرين ما بعرفوا أنه هاي التمارين جدا مهمة للرجال أيضا وكل ما لنا عم نكتشف أهميتها وإلها 200 رئيسيتين الواحد أول شيء تمرينها بانتظام يساعد على الحفاظ على الانتصاب أطول فالرجال يعانوا من ضعف الإنصاب ممكن يستفيدوا من هاي العضلة لأن هاي العضلة هي بتشد وبتزيد من تضفق الدم للعضود الأهم من هيك في هلأ دراسات أكثر تجد أن تمارين عضلات الحوض تعتبر أحد الوسائل اللي ممكن تساعد في مرضى سرعة القذف أو ما يعرف القذف المبكر فإذا بلتزموا فيها باستمرار قد يقدروا يستطيعوا يتحكم أكثر خلال العقل الزوجية ويخلصوا من هاي العادة المزعجة اللي هي ما تعرف سرعة القذف طب قديش بده الواحد يعمل هالتمرين لحتى يشوف نتيجة مثلا سواء نساء أو رجال يعني نمشينا هنا على الشاكل سؤال جدا مهم عشان يصير أي تغيير في السيولوجيا طويل الأمد منحتاج أقل شيء ثلاث أشهر من التمرين المستمر من التمرين المستمر عشان هيك فيه صعوبة في الالتزام فيها بدك لأقل شيء ثلاث أشهر للسيدات أو للرجال يستمروا في تمارين عضلات الحوض حتى هاي العضلة تصل مرحلة من القوة تعمل تغيير زي تمارين الرياضة الواحد يقوله على الجنب تقل شيء ثلاث أشهر حتى العضلات تبدأ تنتقل وتتضخم وتزيد القوة فالتمرين جدا مهم وأنا بنصح الرجال والسيدات يعملوا بانتظام وله فوائد أخرى يعني له فوائد زي ما حكينا علاج سلس البول عند الرجال بيصير فيه تقطير ما بعد التبول هذا من الأمور المزعجة تمرين عضلات الحوض أيضا ممكن يقلل من تقطير عضل البول عندهم إلتهاب بروستات مزمن عند الرجال برضو تمرين عضلات الحوض بيساعد تخفيف هاي الأعراض لأن أنت لما تقوي العضلة مش بس بتقوي إنقباضها كمان كم تتعلم كيف ترخيها آه أوكي فإذا تعلمنا كيف نرخي هاي العضلة بتخفف الضغط حوالي البروستات المحتقنة عند مرضى إلتهاب بروستات المزمن فهي أنا بنصح يعني الجميع يطلع عليها يقرأ كيف تنعمل ويحاول يدخلها في روتين حياته لامائلها من فوائد عند السيدات وعند الرجال خاصة فيما يتعلق بالسرح الجنسية طيب هلأ لما قلت لنا بالنسبة للسيدات يعني بيأخر أو بيمنع حدوث التهبيطة زي ما قلنا طب إذا كانت حاصلة التهبيطة بتفيد هاي التمارين طبعا طبعا بتظل تفيد يعني بتفيد طبعا خاصة إذا نتيجة التهبيطة عندهم أعراض سلس بولي إذا فيه سلس البولي الإجهادي اللي هو مع العطسة قبل اللجوء لعمليات رفع أو إعادة ترميم عطلات الحوض ممكن فقط عن طريق تمرينها بانتظام تنتهي أعراض سلس البولي ونتجنب عملية حتى إحنا في الحالات المتقدمة نلجأ للمعالجة الطبيعية الفيزيو ثرابي يعني فيه تمرين مخصصة يعني حكينا عنه في البيادة هذا شيء بسيط واحد يعملوا ببيته أو بحياته اليومية بس إذا بدهم مساعدة متقدمة نلجأ لعلاج الطبيعي وفيه تمرين خاصة وحتى فيه أجهزة خاصة لتحفيز عطلات الحوض وزيادة قوتها زي أنك رايحة على الجنب بدل تعملي تمرين سودية من غير أثقال فيه تمرين خاصة للمساعدة لتحسين أداء عطلات الحوض عم بزيد الاهتمام فيها و أنا بعتبرها من الأمور الروتينية اللي بنصح فيها معظم المرضى يعني هلأ قصار التوجه أكتر كل شيء طبيعي بقدر الإنسان هو بنفسه يعني يعمله بدون أدوية بدون جراحة بدون أي بيكون كل ما قدر هو لحاله طبيعي كل ما بقدر يقدم عليه ويستفيد أكتر طبعا وأريح لنفسيتي المريض أنه مش عم باخد دواء أنا بحاول أعالج نفسي طبيعيا راح أتجنب عملية إذا نجحة المهمة وبتخليه منسميها إحنا إنجيج بحالته يعني بالعربي يعني مندمج مع حالته المرضية لأنه بحاول إيجابيا يحسن من وضعه شكرا إليك دكتور يمان التل استشاري جراحة الكيلة والمسالك البولية أهلا وسهلا أهلا فيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة